الميليشيات الحوثية استخدمت الألغام البحرية في المياه الإقليمية والدولية لاستهداف سفن التحالف والسفن التجارية إضافة إلى سفن الإغاثة الدولية الألغام البحرية إذن هي أجهزة تنفجر آليا لتدمير أو إحداث ضرر في السفن أو الغواصات تنقسم إلى ألغام هجومية ويتم استخدامها بشكل فعال لشل حركة السفن وتوجيهها نحو ميناء معين وعادة ما يتم نشرها بطريقة عشوائية في مياه العدو في سبيل إغراق السفن التجارية والعسكرية على حد سواء وهناك الألغام الدفاعية التي تستخدم لخلق مناطق آمنة ويتم نشرها على طول الساحل كإجراء وقائي من سفن وغواصات العدو لإبعادهم عن مناطق حساسة وتضع الألغام البحرية بطرق متعددة فإما أن يتم تثبيتها بسفينة مخصصة لزرع الألغام أو معدلة لهذا الغرض أو يتم إلقاؤها يدويا من الميناء وبيان للتحالف العربي أشر إلى أن الألغام البحرية الحوثية المكتشفة أمام السواحل اليمنية مصنوعة محليا بطرق بدائية في محاكاة للغم بحري إيراني المسمى صدف ومن الممكن أن تتسبب هذه الألغام بكارثة بيئية في حال استهدفت إحدى ناقلات النفط